أعزائي أن أحب مشاهدي قناة لوجوس أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كنيستي في المهجر وفي الحقيقة حلقة النهاردة حلقة متميزة جدا وأنا شخصيا سعيدة بيها جدا خلوني أقول إن إحنا في الجزء الأول معنا إيمانو الغالي إيمانو طبعا غاني على التعريف وأنا يعني هتكلم على قصته بشكل سريع بس إيمانو النهاردة معنا وهنتكلم في موضوع روحي جميل عن الخدمة وتعاملات الله معنا في الأزمات مانو ماجستير مشهورة أسرية والتحليل النفس الإكلينيكي بمصر وفيه طبعا شهادات كتير هنتكلم عليها بس سعيدة أنه طبعا معينا خلوني الأول أرحب به مانو إزايك عامل إيه؟ حاجة حاجة إزايك حبيب أنا شخصيا سعيدة جدا إن أكون معيك النهاردة والأول مرة أنت معينا على قناة لوجوس قناة الكنيسة الأرتوكسية في المهجر فبنرحب بيك أيضا من المقار البابوي لقدست البابا بشمال كاليفورنيا وأنا برحب بيك في برنامج كنستي في المهجر بشكل خاص يعني سعيدة جدا أنت معينا وعايز أقول لسادة المشاهدين أن أنا تعرفت على مانو من خلال فيديوهات أبونا المحبوب بأبونا داود لمعي وكانت كل لقاءات أبونا داود مع مانو كانت لقاءات جميلة ومسمرة من سنوات يعني من 2011 وكنت بتابع القصة الجميلة بتاعت مانو اللي ألهامت ناس كتير جدا وكنت نفسي بصراحة أن احنا يعني أتقابل معايا يوم ويكون معينا حوارف عشان كده فرحان أوينها ويكون معينا النهاردة وإن شاء الله في الجزء الثاني من لقاءنا برنامج كنستي في المهجر هكلمكم على الفقرة السحية اللي طلبتوها مني يعني بعتباري إخصائي التغذية هكلمكم النهاردة عن الكيتو دايت في آخر جزء من الحلقة وعن كتير من الأنظمة اللي نمشي عليها في كيتو دايت بكل تفاصيله فإن شاء الله تكون حلقة كلها بركة ونعمة وتفرحوا بيها معينا مانو خلينا نبدأ بقى خلينا نبدأ موضوعنا اللي هنتكلم فيه والنهاردة هنتكلم عن الخدمة وإزاي إن كل واحد ما دعوه للخدمة ونتكلم عن تعاملات الله معينا خليني أقول لك إن يعني أنا عايزة أقول القصة الأول بشكل سريع عشان الناس ستعرف عليك في المهجر وبعد كده نبدأ في الأسئلة يا لو تسمح يعني بنيابة عنك مش عايزة تبضل تعيد القصة مانو كان أمريكان دبلوما في مصر وبعد كده دخل الجامعة الأمريكية وكلية هندسها قسم ميكانيكا وفي السمستر الثالث حصلت حادثة لي كبيرة وهو في طريق أوتستراد وكان هو اللي ساي وكان جنب واحد صاحبه والعربية تقلبت جامد قوي على سقفها والضغط سقفة على مانو وفيد المانو في المستشفيات حوالي سنة ونص ما بين ألمانيا وما بين مصر ونتج عن الحادثة دي يعني قطع عمل شلال أرباعي تام من الرقبة لحد الأطراف عمل قطع في النخاع الشوكي وفي المانو بعد الحادثة دي برضو ما يتكلمش لمدة سنة ونص والحد ما جاء دكتور من ألمانيا أعتقد وهو الركب شريحة معدن الأول كان فيه بلاستيك ركب شريحة معدن عشان موضوع الكلام يعني ده باختصار قصة مانو عشان لو حد مش عارف هنا في أمريكا أو كندا أو أي حد بيشوفنا في أي مكان في المهجر هي دي قصة باختصار شديد جدا لكن احنا أنا بتعامل مع مانو دلاتي أنه خادم شباب درجة أولى وبيخدم كتير من الشباب في العالم كله وأن حياته كانت مختلفة قبل وبعد الموضوع الحادثة ده أنا بس حبيت أقولها لكم بشكل سريع عشان تكونوا متابعين معنا لكن احنا النهاردة موضوعنا موضوع روحي وإن شاء الله هيكون فيه موضوع كتير مع إيمانو يعني غالي حسب ما ربنا يرتب يعني ويكون معنا دايما إن شاء الله مانو زي ما كنت بقول إحنا نتكلم نهاردة عن الخدمة وعن الوزنات ناس كتير بتشعر أنها مجرد أنها بتروح الكنيسة أو مجرد أنها بتمارس التقوص وبتعمل كل حاجة عليها أنها كده كويسة جدا ومش في حاجة ولا احتياج أنها تخدم إحنا كده كويسين وزي الفل زي ما بيقولوا وبنعمل اللي علينا ليه بقى كل شوية نخدم أو ما نخدمش يعني بنشعر أنه وضعينا روحي كويس جدا وإن إحنا في غير احتياج وغنى عن الخدمة هل ده كفاية يا مانو ولا إحنا كده لازم كلنا مدعوين للخدمة وإن إحنا لو ما خدمناش هنتحاسب أرد على سؤال حالتك طبعا بس هو كده مكون من جزء اي تين هو مروحنا للكنيسة دي حاجة مهمة جدا بس مروحنا للكنيسة بيكون مثلا يوم واحد في الأسبوع سواء الجمعة أو حد على حسب المشاهدين كل واحد فين في العالم بس اليوم الواحد في الأسبوع أو حتى لو بتروح الكنيسة كل يوم في الأسبوع هو not enough إن أنا أو ده اللي يكفي إن أنا يكون عندي علاقة حقيقية شخصية مع المسيح بها كل المجد بمعنى إن أنا بروح الأداس أو الاجتماع علشان جسد وده من المسيح علشان أتناول علشان المايدة بس هل السؤال هو المسيح بس في الكنيسة ولا باخدم عاية تاني وأنا ماشي ولا أنا بروح هي الساعة أو الساعتين بتاع الأداس إن أنا بحس بها وحضور ربنا وخلاص على كده المشكلة إن الغالبية العظمى مننا إننا نحن ما بروح الكنيسة ودي كانت حياتي طبعا قبل الحادثة إن هو ده بس الوقت بتاع ربنا وخلاص على كده وهو ده وقته اللي أنا بدي هاله من حياتي وهما الساعتين دول في الأسبوع وكفية على كده وخلاص وأنا كده رايح السامن لا طبعا أنا لما عنديش صلة بيني وبين الإله إن أنا بروح أسمع عنه ده يبقى يبقى حياتي ورثبث منهاش أي معنى لازم نشان أنا أقول لعنى نفسي إنسان مسيحي ومؤثر في العالم لازم يكون لدي حياتي يومية شخصية مع المسيح وأكثر وقت حاسينا بده ساعة أول ما اضربنا بفيروس الكورونا مش عارفين وأنا نروح الكنيس ولا يكون عندنا اجتماعات ولو أنا المسيح مش جوا قلبي لو أنا معرفش أخد خلوة شخصية مع المسيح ويكون في علاقة حقيقية مع المسيح بحس إن الحاجة الوحيدة اللي كنت بعملها اللي أنا راضي بها عن نفسي دي ما بقيتش موجودة وهي مش ده بس يعني فحتى لما كانت الكنيس ما افتلحها بروح الكنيسة يوم واحدة والأسبوع وأنا ستر المسيح في قلبي برضو وبتعامل بإنسان ابن ربنا في حياتي وكل حاجة فكون إن الكنيسة منعت هذا لا يمنع إن أنا يكون لدي علاقة شخصية مع الله يومياً هو ده أساساً ده المين بوينت ده اللي بيحصل في الأساس إن أنا عارف يعني دايفرتد من السؤال في حتة تانية بس هي يعني سماعت معي في الحتة ذي الأول بعدين هروض أرحبتك في السؤال الأول يعني إن كتير من الناس كان بتسعل إن دلوقتي طيب إحنا كنا بروح الكنيسة وربنا مش حابب له إحنا نروح الكنيسة للأسف إحنا بروح الكنيسة كلنا يعني الغربية العظمة مش كل الناس طبعاً بأهداف خاطئة إحنا بنروح كـ social gathering إحنا بنروح إنا بنقابل أصحابنا في الكنيسة مش رفناهم شيء أسبوع كله فما نروح أهو يعني أصحابنا وبتاع في ناس تبقى قاعدة في الكنيسة ولا على بدك خالص إيه اللي بيحصله لابونا بيكلم هو بيقول إيه أو في عيزة أو في تعليم هو مش هنا هو راح الاجتماع خلص ساعة ساعتين نتقابل بقى وبتاعه ونشوفه نقع ونروح فهن ده بيكون الـ main purpose الهدف الأساسي فلما فيروس كورونا جاه أنا أعتقد إن ده تأديب إنما أن أنتو فين مني؟ تريد تروحوا الكنيسة مش بيتمجدوني مش عشان المسيح على المسبح مش أنا ثان السبب رئيس المسبح ده مين؟ أنا بيروح علشان أهداف أخرى طبعاً أبونا داود لما أتكلم في هذه المواضيع يعني سلسلات على هذا الموضوع بتفصيل يعني جامد جداً في هذه المواضيع وده حقيقة إن إحنا فعلاً بنروح الكنيسة عشان نقابل أصحابنا فلو ده الهدف لو أنا هجي حاجي لسؤال حياتك حالاً لو ده الهدف وده الـ purpose وده دي حياتي فطبعاً بقول إن ده أنف ومش محتاج أخدم ونعمل أي حاجة عشان المسيح أنا ما عنديش علاقة حقيقية معاه ولكن الناحة التانية بقى أنا وأنا عندي علاقة حقيقية مع المسيح فهي الخدمة في كل شيء لو أنا ساعدت الراجل كبير في الشارع أنا هو يعدي الشارع ومسكت بإيده وعديته فإيه دي خدمة ربنا أنا مش الخدمة هي معناها إن أنا مش منتظر مقابل من الأجل ده في كنت سمعت شوية ناس أجانب يتكلموا بيقولوا المسيحين بعد ما يحصلوا من الأجل المسيح بيشتغلوا من الأجل المسيح يعني هو بيقدم الخبرات بتاعته أياً كانت هي إيه لو كان محاسب كان مهندس كان دكتور أو كل ده وبيعالج بيها الناس أو بيتعامل بيدي السيربس بتاعت لو بيوفرت للناس بنا مقابل إنت لو بتاعته مقابل إما أنت كده أخذت أجرك قدام ربنا قدام الناس بس هي في أفشط الأشياء عادي حد كبير في الشارع ولد مثلاً صغير مش قادر يتقول حاجة أنا جبته له حد غير قادر إن هو يوطي يجيب حاجة أنا أديته له فأبسط الأشياء هي ممكن تكون تعمل خدمة بس الهدف الأول هل أنا فاتح حياتي على ربنا وعارف إن كل حاجة عملها عملها للخير حتى من الناس اللي معرفهاش حتى الناس اللي مش من ديني حتى الناس العمر اللي مشوفها تاني بلا مقابل هو ده الخدمة في المسيحية الحياة مين يا رب أنت لمستنا قوي كمان في حياتة إن إحنا كنا بنروح فعلاً social gathering ودي طبعاً دي منتشرة جداً عندنا في كنيست المهجر وأكيد أنت أكيد سمعت عن الموضوع ده يمكن أكتر بالمصر شوية كمان وكان يهمنا إن إحنا نشوف صحابنا وكده لكن كان فكرة إن المسيح للمسبح دي كنا بنعمل كل حاجة بس في حاجة نقصة يعني كان إحساسنا بربنا وإن إحنا تركزنا عليه ده اللي كان نقص طب مانو ننقل لنقطة تانية وتقول إيه الناس بيحسوا أنهم أصلاً ما عندهمش أصلاً مواهبوا على ثقة في النفس ولا أن هما محت يعني ما ينفعوش يخدموا أساساً وفي ناس تانية مشغولين جداً جداً في حياتهم مشغولهم عن الخدمة وما فيش وقت لبيتهم عشان يبقى فيه وقت للخدمة فبيقولك إحنا أصلاً ما عندناش وفيه ستات بيوت كبار أو ناس أعتلوا على المعايش أو برضو في نفس الوقت حاسين أن هما لازم يتخدموا ما يقدرواش يعملوا حاجة مع أنه ممكن يعملوا حاجة يعني إحساسهم إنه ما عندهمش مواهبة فهل فعلاً ربنا ما بيديش مواهبة لكل الناس لناس معينين ولا كل الناس عندهم مواهب ويقدر يستخدموه؟ أنا نعم ما فيش إنسان ربنا ما دروش حاجة أياً كان إيه وضعه وأياً كان إيه حياته وأياً كانت إيه ظروفه لكن مواهب الله تختلف من إنسان إلى الآخر على حسب قدرة هذا الإنسان ما فيش إنسان يقدر يقفوا قدام ربنا وقولي رب انت مدتنيش أي مواهب خالص إن أنت تتحسب على كل ده في اليوم الأخير إحنا هنقف مدام المسيح لكل المجد وهيقولك فين المواهب اللي أنا لديتها لك عملت بيها إيه؟ اللي هو بالضبط مثل الوزنات اللي ده المسيح فيه واحد عنده مواهب كتير قوي وهو الخمس وزنات واحد عنده موهبين واحد عنده موهبة واحدة بس واحتمال أنت تقول أنا ما عنديش لا ربنا دارك واحدة بس واحدة بس أنت عملت فيها إيدة فأنتها تحت الطراب وصبتها وقلت لما السيد يرجع أو الملك يرجع على جهاله تاني ويبقى أنا كده عملت لعليها؟ لا أنت المسيح قال في المسار اللي ده قاله طب لي ما سبتهاش حتى مع الصيارفة كنت أخدها بإنترست كنت أخدها بإنكم تاني بفايدة عليها لكن ما فيش إنسان ما قدرش يعمل أي حاجة الرجل الكبير اللي في السن يقدر أن هو ينقل خبرته للناس صغيرين لأولاد صغيرين أن هو يقدر يعلمهم أن خبرة الحياة أن واحد عنده ستين سنة أو سبعين سنة أو خمس وسبعين سنة أو كده يقدر يعلم ناس تانين أحتمال دلوقتي إحنا في ظروف عشان مش عارفين نخرج قوي أو نتقابل أو social gathering يقدر يعمل ده زي الزوم إحنا بنتكلم هو على الزوم وكل واحد في حتة تانية في العالم يقدر يعمل lectures ويحطها ويبوست online و sites for free كثير قوي لما عرفش sites for free يحطها على الفيسبوك من كل حاجة على الفيسبوك is for free يقدر يشغل الكاميرا بتاعة اللابتوب بتاعه على الكمبيوتر على الفيسبوك ويقدر يعمل meeting مع أي حد أو يقدر يعمل كده من mobile يعني السبب إن فيش واحد عارف يعمل حاجة عشان ما عندوش ده عمره ما لقيته سبب مكنها حتى لو هو ما عندوش knowledge إن هو يقدر يعمل كده حد من عائلته يقدر يعمل كده حد صغير من أحفاده من أولاده حتى من الجلان يقدر يستطيع بسيطة ليه ده هي حاجة وسيطة أودة من mobile تقدر تعملها عد كدش فيش حد في العالم معهوش mobile يعني يقدر يعمل كده فحتى أبسط الأشياء لو أنا ما قدرش معديش كوة physical أتليفت عندي خبرة قدر نقيلها لحد أي إن كان أي وضعه بقى فهمت مونو طب على النحية التانية أو على الصعيد التاني في ناس نفسها تخدم بس مش عارفين هما موهوبين في إيه؟ أو ربنا دعيهم لإيه؟ وممكن نعود وقت طويل أو ينضيع في سنين فعمرنا من غير خدمة عشان إحنا مش عارفين ولا مكتشفين نفسنا الواحد يعرف منين الموهبة اللي ربنا مديهاله؟ أو هو موهوب في إيه؟ نعمل إيه عشان نعرف أو نحدد موهبتنا؟ إيه المواهب عمتها هو الإنسان يكتشفها هو صغير وهو من سنتين إلى 11 سنين دي بتبين السؤال هو أنا ما باستخدمش موهبت دي من أجل ما أجد ربنا باستخدمها احتمال لي أنا؟ أو باستخدمها النفعات يعني الشخصية إنت موهوب في إيه؟ الحاجة اللي إنت تنتد فيها قوي اللي بعرف عملها يعني أنا بعرف أرسم ممكن أمس أرسم إيقونات بعرف أم حتى ممكن تعمل سكولتشر للكنيسة أو تعملها تساعد بي أحد مش قدر تعمل مثلاً كوباية كوباية سباشل يعني مثلاً في كوبايات سباشل أنا بضطر أستخدمها فالموهبة اللي عندك بتتنمى استخدم الخبرات اللي إنت تعرفها قوي أو لو ما عندكش خبرات خالص وأنا بقدر أؤمن إن فيش أي إنسان ما عندوش خبرات خالص تقدر تتعلم حاجة في حاجات كتيرة جداً أونلاين إنتر أكتف ومعمولة فور فري بالذات بعد الكورونا اللي إنت تشوف حاجات كتير قوي تقدر تشوف إزاي تقدر ترسم إزاي مثلاً لو ستات في البيوت تعلم معايزة نتولي إزاي إن هي تعمل تريكو وزين هي تخيطة زين هي تطبخ وإن هي تطبخ دي ممكن تعمل أكل لحد من جرانها ما يدارش إن هو يعمل أكل أو حد من صاحبتها أو تيدي الناس حملس في الشارع أو ما يداروش إن هو يدفعوا ثمان واجبة فدي الطريقة يعني ناس كبيرة أو في السن أنا شخصياً أعرفها دي ما كانتش حاجة من موهبة بتاعتهم بس بيعملوها لناس خالي مثلاً فور إكزامبل خالي كبير في السن وعلى المعاش يروح يعمل تاكسز مثلاً في الكنيسة للناس فور فري بقدر عملهم هانزي وورك على قد ما يقدر فور فري إن شاء الله لو شلت الكتاب من هنا حطيته مكان وحد ما يقدرش إنت كده عملت خدمة لهذا الشخص نعم تأسك أو زي يعني مع كده كمان إن إحنا لازم نسأل ممكن الناس اللي حوالينا والمرشدين والأباء الحلوين أو الناس الحلوين اللي هم خدام ممكن نستشيرهم برضو إن هم هتديركتيو في المكان اللي محتاجين في خدمة وأنا لو أعرف أعمل حاجة دي هعملها إن شاء الله حتى لو أنا باجي الكنيسة قبل الناس كلها بحط الأناجيل في حتة معينة هي أكتسبة للناس اللي هي تقدر تأخذها أول برنامج بتاعلي هم أول برنامج بتاعلي هم طيب ما أنه أنت باسم الصليب تخدم شباب يعني كتير جدا من العالم كله وأصلا نسبة الشباب في الخدمة يعني أو ممكن أقول في المهجر أليل مش كتير قوي يعني إحنا هنا بنحتاج كل طاقات الشباب دي عشان خدمة بس للأسف بنبين شغله برضو في طيار الدراسة والشغل والعمل والزواج وما إلى آخر موضوع الخدمة ما بيجيش في حسابات الناس في سن صغير يعني بيجي كده بعد مدة كده شوي وعندنا زيادة اكتئاب ما بين الشباب وكآبة وحزن نسبتها عالية جدا جدا في العالم كله المسج المانو يحب يقولها ليهم وينصحهم بيهم أنهم في موضوع الخدمة دي أنهم يتجرب وزنتهم وتقول لهم مسج تانية إيه عشان نفرح كلنا ونطلعوا من الحزن والكآبة اللي هم فيه دي أوكي هاخدهم سوئات سوئات طبعا هي أول حاجة وطبعا هو ده طبيع وده مش عيب وإن الشباب بالذات في سن صغير من 15 إلى 30 for example أنه هو عايز يثبت نفسه دراسيين وماديين وأنه هو يحقق حاجات علشان يبقى self-sufficient ويعتمد على نفسه وده مش غرض ده صح بس alongside يعني موازر الكلام ده أن أنا أخصص at least وقت من عندي لو ما أقدرش يعمل كده كل يوم at least كل أسبوع أنه نعمل الحاجة دي لحد تاني بلا مقابل وهو ده نرجع لنقطة الأولانية لو أنا فكر ربنا عندي في حياتي ومالي حياتي وأنا قلدي دي حياتي أنا عايشها فأنا هعمل كده تركائي غير ما حد يطلب مني فأي وقت أنا بلاقيه فاضي عندي أنا هعمل خدمة لحد أين كانت إن شاء الله حتى لو أنا يعني هعرف هوصل له الكمبيوتر بتاعه وده ما يعرفش والشباب من سن 15-30 ده أكتر شباب وهي تكنولوجيا قوي فأي حاجة وهي تكنولوجيا في هذه المواضيع فإقدر كويس قوي إن هو حتى يقدر يعمل ده remotely مش شرط يكون physically present أنا قدر شغل الكمبيوتر عند حد تاني remotely أنا بس أقوله يعمل ستاب للبرنامج وأنا هعرف هزبط له الموضوع وفي بكاعة تانية من العالم فإن هو كون هو مش يقدر يلاقي وقت لا يقدر بس لازم ينظم وقته صح هو ده يكون صح فعلا أنا مقدرش أعمل وقت لو أنا ما بخديش بالي إزاي بعمل سكاجولينج للوقت بتاعي إزاي الوقت فيه وقت كتير قوي كنت ممكن أن أستفد فيه بس أحضرته في طريق ما لو أنا في المواصلات مثلا والترافيك زحمة وديني زحمة أحضر في الوقت ده إن أنا أعمل حاجة أحضر أكلم حد أسأل عليه قولي دي خدمات أحضر أكلم حد أقول له مثلا أنا مع علومة ما أو أنظم اجتماعي وأنظم خدمة وما شابه أما عن الاكتئاب وبذات في ظروف الكورونا وأن مش عارفين نخرج قوي ومش عارفين كده فطبعا إلى حد كبير ده ما أصل علينا كلنا وفي هذه الجزئية بس أنا لو أنا عارف أن أنا ألاقي نفسي مع ربنا وعارف عايش حياة مع ربنا مش هيبقى ده الواضح هلاقي ناس تاني زي وهنقدر نعمل مع بعض ونشارك حياتنا مع بعض نقدر نعمل زوم ميتنجز مع بعض نقدر أن احنا نكلم بعض فصحيح لو مش عارفين نكون فيزيكلي مع بعض نتقابل شخصيا بسبب عدم الخروج أو وطبعا نعارف أمريكا كل ولاية غير التانية بس الانلاين ما فيش حاجة ما أسبهاش إنه هو يجدها فده ده الحل نقطة تانية قبل ما نتكلم عن تعاملات ربنا دور الإنجيل في حياة ناس كتير فينا مش قوي قوي يعني بحس نو مش واخد حق قوي لإنجيل ودراسة الإنجيل أو بنعمل اللي علينا برضو كنوع من الأشياء الروتينية وبنقرأ الإصحاح ونخرجش منه معظمنا طبعا مش كلنا يعني ما بيخرجش منه بفايدة أو تغيير لحياته إزاي ما أنه نحس ونشعر بكل كلمة في الإنجيل ونقرأه بطريقة بحيث إنه إحنا فعلا نسمع ربنا ونسمع عايز يقولنا إيه من خلال الكتاب المقدس هو ده يرجع لنقطة كافية قرأة الإنجيل ودي برضو حاجة أنا كنت بعملها قبل حدستي أنا ممكن أكون بقرأة زي ما يكون كتاب كراءة أو نصوص أنا بقرأة كمانيول ككتاب إرشادات أنا هعمل هعمل إيه وخراس ولا أتلعت منه بأي فايدة خالص وأنا عندي فكرة وحتى رو حدث عني كان صاحب كان معانيه ما عنديش أي فكرة خالص ولكن الفارق اللي أنا لقيته لما أو أنا فيه حاجة اسمها الوقت الخلوة ده لازم يكون قبل الإنجيل لازم تبريسيد إليتي في الإنجيل وفي الوقت ده أنا صلاتي بيني وبين ربنا تمس صلات الباط يعني يا رب إشفيني يا عيالي إشفيني أنا شخصيا خليني مش محتاج لحد في نقط معينة أعطينا كفافانة تمس صلات الباط صلا أنا بصلي ربنا برفع قلبي لي يعني بحط قلبي على المسبح ده الوقت إن هي لما أبونا في الوداس يقول إرفع قلوبكم معناها إحنا بنحط قلبينا على المسبح طالبين إن ربنا هو بقى لي من حياتنا في اللحظة دي وهو ده اتحاد الروح بالمسيح هو ده الـ purpose بتاعه فبطل من ربنا أقول لي يا رب افتح عيني على كلامك قول لي أنت وريني أنت عايز تقول إيه من خلال الإنجيل عايز تقول إيه من خلال قرائة اليومية النهاردة اللي هي مفروض تكون كل يوم عندي وقت خلوة وإرايته وإراية الإنجيل مع ربنا أنا بقول له وريني أنت نفسك اظهر لي ذاتك من الإنجيل بقول لي عايز تقول إيه كلام الله مش شرط طبعا الغالبية العظمة الله يتكلم من الكتاب المقدس وتكلم من الإنجيل بس أنا مقدرش حد ربنا في طريقة واحدة أو اثنين الله ممكن يتكلم بقى أبسق شيء الله بيتكلم دائما من الخليقة ممكن يبعط لك حد يقول لك كلمة معينة بالشرط الحد ده يكون أبونا أو أب اعترافك أو مشهدك يروحي في الكنيسة أو حد من الخدايا ممكن يكون حد عادي يقول لك كلمة ده كان ربنا عايز أوصلها لك أنا فاكر مرة كنت عايز كان في خدمة اللي لازم أروحها ومش عارف أروحها إزاي كان قبل قبل ما أجيب عربية الفان ومش عارف أعمل إزاي ومتفقنا على خدمة وكده بس أنا مش عارف حوصل إزاي حد قال لي كلمة واحدة بس عن حد تاني بيعمل الخدمة دي قرية دي بيأجر عربيات وهي عاملة زي الفان تقدر تخش فيها وطرعها الخدمة دي and that was enough فالله يتكلم بصور كتير جدا بس زي أفهم الإنجيل من عينه بطريقته هو أو بصوته هو اللي أنا أطلب منه إن هو يوريني ده وكل يوم حتى لو الإنجيل أو لو صحة أرينا مليون مرة ربنا هيوريك حاجة مقترفة يعني أنا مساء عهد جديد قررت بتعمليه مرة حد الوقت فكل مرة أقراه الله بيوضح لي رسالة تانية خالص لكني أول مرة في حياتي أقراه أعرف يا منو زي أنت بتقول إحنا كمان عندنا مشكلة إن إحنا أكتر ما بنصلي بنوح نسأل اللي حاولينا كتير عشان هما اللي يقولونا دي مش عيبي يعني بس قصدي نها بتضغي عن علاقتنا والصلاة الحقيقية إن إحنا عايزين نسمعك يا رب عايزين تكون قردتك عايزين ترشدنا عايزين نبقى صوتك واضح فبنبدأ نسأل مثلا مجموعة كبيرة من المسيحيين يعني دايما طبعا أبونا ربنا بيكلم على لسان أبونا طبعا في أوقات كتير جدا بس دا ساعات دي بتضغي على إن إحنا نصلي ويكون علاقة لنا علاقة قوية مع ربنا نكون حساسين لصوته في أي وقت يعني لو تلاعت من سؤال الإنجيل دا وقبل ما نقل برضو عن الموضوع دا خدتني يعني جال في ذهني برضو إحنا ليه إسعاب كتير ما بنصلي ما بنتع يعني إحنا بنصلي وبنعمل اللي عايزينه في الإخ يعني ما بنقوله اللي إحنا الطلب وعايزينك يا رب تغيرنا ونبقى كويسين وعايزين في حاجة الموضوع وعايزين وبعد كده بنوح نمشي وارد مغنا برضو مش بنسيب نفسنا إن هو ربنا يمشينا وبيقراته في كل حاجة برضو فكرة الصلاة والقعدل مع ربنا والكواليتي سعيم اللي إنت كنت تقول عليه دلوقتي إزاي يحصل بشكل اللي هو يبقى كده بيننا وبين ربنا حاجة مفتوحة كده لينك مفتوح في أي وقت كده نسمعه بسهولة ويسمعنا بسهولة إزاي تبقى الصلاة إفاكتف يعني ده برضو يرجع لستاب وان لو أنا المسيح في قلبي أنا هعرف أعمل ده بسهولة ولكن الاختيار بيكون راجع علي أنا يعني هل أنا فعلا عايز أعمل نشيط ربنا والمرضية ولا أنا عايز أعمل نشيطي أنا ولا بصلي ده عنا شان ده يعني إيه إحنا تعودنا على ده من درس الأحد فعلا كأولاد مسحيين كويسين فإحنا يعني بنطلب يعني أنا بعملها كدفور واجب هومورك هعمله كأني فأنا فأنا بقول كلام لحد كبير جدا قد لا يعني أو أنا بقوله عشان أتعلمته أو حفظته يعني هي زي مكرر فده بيبقى الرفران بتاع الأغنية مثلا فأنا بقوله كده لكن لا لا يعني ما أقول أنا بعمل كده ويلا هيا خلاص خلاص تصال الهو يلا بقى رح نعمل شوطينق بقى دروقتي ونروح نعمل أي حاجة تانية فأنا كانت هي إيه بس هل أنا عايز أعمل ده هل أنا أقول ما أعني لو أنا عايز أعمل ده إرادة الإنسان هي أكتر حاجة تقدر تمشي الإنسان هي دي اللي بتجايد أنا هروح فين لو أنا عايز أعمل ده هأعمل ده وانا انا فعلا بطلب ربنا ان انا اسمع كلامه واسمع صوته وانا بقرد انجيل اسمع كده وشوية بشوية انا كده بكون علاقة مع الله هيا هيا steps هيا مش من يوم ولينا هنبقى القديس بولوس الرسول احنا بنمشي steps اي حاجة في الدنيا يبدو steps لحد ما اتعلم يبقى ده لطبيعي بتاعي واحتمال وسغل كبير جدا ان احنا بنسمعش كلام ربنا خالص عشان احنا نبدل مسيحة لكده احنا بيزي باديز احنا all the time مشغولين فانا هجيب وقت منين انا ما بسكوتش ما باهداش ما بسمعش ما بسمعش نفسي كويت شوية عشان اسمع وعايز ايه انا يما بتكلم طول الوقت يما بعمل حاجة طول الوقت بس مش مدي نفسي فرصة ان انا افتح باب لأسمع صوت الله وعايزه يعني زي ما بتقول احنا ليه مش بنسمع صوت ربنا ليه مش فاهمين صوته لان احنا مخينا مشغول جدا جدا عنه زي ما بتقول احنا اه بنصلي عشان نعمل اللي علينا لكن بنعمل اللي احنا عايزينه في الاخر احنا عايزين نوصل لان احنا نعمل ما شئته هو وقراته هو معينا احنا هنقل معيك لنقطة تعاملات الله معينا في المرض وفي الازمات وفي الديقاط بشكل عام احنا مجرد ان احنا اي انسان فينا بيقع في اي مرض ربنا بيسمح بيه واي تجربة ربنا بيسمح بيه بيشعر ان ربنا تخلى عنه وخصوصا بقى لو الانسان ده كانوا قريب من ربنا كمان يعني فيعود يقول له طب انا اصلا قريب منك وبغدمك وتقوم تديني التجربة دي احنا مش بنفهم ربنا وانا بحس ان احنا ظلمين ربنا كتير معينا في كتير من الامور يعني ليه بيحصل كده يا رب ليه تعمل فينا كده انت ما بطلت تحبينه ولا ايه زي الواحد يعني يحاول يفهم ارادة ربنا في حياته وتعاملات ربنا معينا في المواقف دي هو كقعدة لا تتغير ان الله دايما صالح هو الله دايما ما شئته صالحة بس اوقات كتيرة جدا احنا فعلا لمقدرش نفهم ده يعني ايه صلاحك في ان مثلا خادم كبير قوي طول عمره عايش ان هو بس عند المسبح وعيه وجالوا بعد الشر على الناس كلها جالوا كانسر مسلا فانت ايه صراحة كده دي حاجة ما حدش يقدر يجاوب عليها خالص غير الله نفسه بس هي بتكون من اجل الانسان لكن ما حدش يقدر يرفعها غير الشخص نفسه يعني اللي هي تقدر الانسان هي تقدر هذا الانسان يا اما انا ما كنتش بقعد وقت كبير جدا مع وقت مع ربنا فانا محتاج حاجة تفرمني فانا قعد مع ربنا دي ليست قنانية من ربنا ويعني هو انت بتعمل كده في الناس بتوعك بالعكس هو احنا وقتنا على الارض وقته صاير قوي سواء ستين سبعين ثمانين او مئة سنة احنا عاديين وقت طويل قوي بس الابدية كلها معاه فانا هنا محتاج ان انا اكون عايش السماء على الارض على الشاخ هناطلع اكون معاه فاحتمال الشخص ده كان ما كانش مدي وقت كفايا يا ربنا انا شخصيا اتكلم انا عن نفسي انا ما قدرش اقول اللي انا كنتش قرائب من ربنا قبل وحد زي وانا لازم يعملوه وتروح الكنيسة وبعملها كده ارضاءا لأهلي يلا روحتوكم الكنيسة روحتوكم الكنيسة تتعرف ايه عن المسيح اعرفنا هو كويس تتعرفه لا بس بس ما عنه بيتكلموا عنه هو كويس عندك اي فكرة ومين دا وكانت حياتي برضو بيزي باديز يعني انا في الكلية واللي قلتها ما نجيب جريتز كويسة عشان بتاعة شغلنا كويسة عشان ما تتخرج من جامعة اعرف اشتغل لكن معرفوش مش الحادثة حاصرت عشان ما انو يعرف ربنا اطلاقا دي بالزبط او انجيل يهوزة اصحاح واحد وعدد اثناشر وثلاثتاشر الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد يا ربنا ما بيدربش الانسان عشان حاجة معينة لا لكن كل حاجة بتحصل غلط هو من الشرير لكن الله يستخدم ده لصلاحه يعني بيعكس يعني بيستخدم الشر اللي حصل ده من اجل مجد اسم انا مكنتش عايش مع ربنا اساسا فانا لو كنت موت يوم من حادثة كان مصيري الهلاك ده محتم لكن الله حفظ روحي ونفسي وععلي ان هي تمس من الشرير بالزبط زي تجربة يا ايوب لما الشيطان راح اشتكى على الله قاله الى روحه ونفسه لا تمسح وعقله ايضا انه صار مع الله وكانت ان دي بقى صحيح اما ليش حياة تانية فيزيكل بس اصبحت لي حياة اخرى مع الله بطريقة مختلفة اغلبية الوقت طبعا فمقدرش اقول ان ربنا العمل ده لا العالم وضع في الشرير والمسيح ذات نفسه لكل المجد قال العالم وضع في الشرير ورئيس هو هذا العالم هو ابليس ولكن تساكوا انا قد غلبت العالم وانا طلبت من الآب من اجوكم احفاظكم من الشرير فده ايلي ده حصل سابا ما يعني حصل ده كان غلطة مني انا في السواقه ان حد خبطني فبتاع العربية اترامة تتلبت انه كان الثانية لكن مش غلي شوع من السماء عشاء العربية نفسين فهو مختلفة يعني الكنسر الفيروس غير مفهوم اي سابب ليه خالص فلكن كان كله بسابب شرر الانسان طب مانو تقول ايه لان احنا عندنا موجة كده كبيرة اوي في العالم كله من مجموعة من الشباب بيقولوك يا رب ازاي انت اساسا تعمل فينا كل ده السنة ده ما يتنسبش ابدا مع كونك انا عايف ان الاضيات دي كبيرة جدا بس انا هاخدها من خبرة واحساس احساسك انت بربنا بتكون اقرب يعني ليه مننا هتقول ايه للشباب اللي يقولك هو ربنا اساسا يعني ازاي يعمل فينا كده ويعمل فينا الشر في العالم ده كله ازاي يسمح بقفل الكنيس وهو اصلا عايزنا ندخل الكنيس ونكون قريبين منه ازاي يسمح ان الناس تبقى مرعوبين ويتعيدوا ويموتوا من بيروس كورونا ويتيجوا تقولوا في الاخده ربنا ده طيب واحنين انت تقولهم ايه منه ده يرجع ان النقطين تكلمنا فيه ما قبل كده الله لا يدرب بالشر ناني سئلة من شوية بتاع اللي هي في انجيل يهو ده ولا يجرب احد يعني لا يجرب احد بالشرير بالشر ولا يجرب احد فدي هي من صنع الشرير الفيروس يعني هو مان ميت فيروس مش الله اللي صنع الفيروس وحتى لو في فيروس في الخليقة فهو موجود عشان الخليقة بضعت تحت الشرير لكن كناسة اتقفلت في كناسة اتقفلت زي ما كنتم قلنا في الاول قادس كنوع من التأذيب ان احنا بنروح الكنيسة مش عشان سر الزبيحة ولا سر الزبيحة دي تمثل مين ولا الهيكل ولا المسبح ولا اي حاجة خالص احنا بنروحها كسوشل جاترينج طبعا ابونا تكلف هذا ابونا داود تكلف الموضوع ده طبعا احسن مني بكتير جدا في الموضوع ده وجاوب على كل هذه الاسئلة بس اللي اقدر اقوله هو يعني برضو مش عايز اقوله التأذيب عشان الناس ما تفهمش ان ربنا انا عمل كده بس برضو لو قرينا انجيليا هوزا من اصحاح واحد من عدد واحد اصحاح الاول من عدد واحد لحد عدد 13 ده هيجاوب باستفادة كبيرة جدا عن كل الكلام ده ان الاجابة عن التجربة انا ربنا غير مجرب الشر ولا يجرب احد وطيري في عدد 12 دقريبا او 11 انا هو بيقول انا مش حفظها بزبط بالعربي كان رأيت الانجيل بالانجليزي ان هو كتوبة للشخص الهازي يقدبه الله مين مين الاب ما بيقدبش ابنه عشان يحسنه فقد تكون للتقديب للناس وهي اتس فيروس يعني ساي جريمة قتل جريمة قتل حصلت ليه؟ معلشان الانسان شرير لكن العزاء ان هما الناس دي روح هتخلص في اليوم الاخير احنا مانو ايه هدفنا في الحياة؟ يعني احنا عايشين يعني مشغولين قوي يعني ربنا زيادة على زوم وطول النهار مشغولين بالبيوت الجديدة وانا طبعا بتكلم اكتر عن كنيسة او الشعب في المهجر بشكل عام ساقية احنا عايشين فيها وساقية دي سريعة اللي بيشتغل شغلانتين اللي العايز يجيب بيت بسرعة اللي عايز يدفع مشغولين عن ربنا ايه هدفنا في الحياة المسيحية؟ احنا عايشين ايه وهدفنا ايه بالضبط انا عارف ان السؤال ده كبير بس ممكن باختصار وبإحساسك برضو تقول لنا احنا عايشين ليه؟ رأيي انا الشخصي برضو كاد يحترد ان البعض بس انا مانو كادوري في الحياة ان انا اجيب اي قدر من الناس ممكنة للمسيح ان هي تعرف ربنا وان اقول لك اكتر ناس اكتر قدر من الناس ان هما يسلموا حياتهم ويعرفوا ان هما يدوا حياتهم لربنا وان هما يعيشوا معاه ده هدف الانسان على الارض لان زي ما قلت حياتك في الاول هي احنا عدد صغير اوي احنا عايشينه هنا زي لو ترسمي تايم لاين ولي اول 1% عايشينه هنا وبقيت مش الهندر برسنت اللي ما نهاية احنا عايشينه عم مع المسيح احنا هنا مش مش معنى كده ان احنا ولا نذاكر ولا نشلغل ولا نعمل كل ده لا ان في شغلنا وفي حياتنا وفي دراستنا احنا برضو بنستر عن المسيح احنا صفراء المسيح هنا على الارض فلما حد في شغلي يشوف ان انا امين في شغلي وان انا بحافظ عليه هيقول لي انت ازاي كده هقوله عشان انا حد بيعرف ربنا ويخاف الله مش بخاف منه في فدق كبير جدا انا ما بخافش منه انا بخاف على زعله واذا الحاجة اللي عرفتها بعد ما جيت وعيشت حياة مع ربنا انا بخاف على زعله فانا براعي ربنا في كل شيء في دراستي في اكلي في شغلي فانا بوري المسيح اجزامبل المسيح في كل حاجة انا بعملها بس الالتمنت بوربوس اللي هي اخر بكوشن هي اللي انا اخبر بي اهو انا ربنا امين يا رب يكون كل انسان يتكلم مع المسيح ويجيب نفوس كتير لربنا يا دي هدف حياتنا كلنا احنا في اخر نقطة معينا قبل ما نخلص الحديث الجميل معاك سوري هعلك حاجة صغيرة بس ان تسألت السؤال ده كتير في اجتماعات الشباب ان احد ييجي يقول طب انا ما عنديش مهوة الوعظ مقدرش اتكلم حدا عن ربنا سرح وهو مين قال ان كلمة عن ربنا هي بس خمة وعظ وان هو لازم يكون حد واقف يوعزك عن المسيح هي في اقل شيء انت تقدر توري المسيح لو انا اي عمل صغير عملته من اي انسان انا عشان بعرف المسيح وبحب المسيح اقول كلمة عنهم في الاول انا لو سعدت حد كبير في السن ان هو يعدي الشارع اديته حاجة انا ونته حاجة اديت لولد صغير كوباية مية ده كل ده انا بورد في المسيح مش شرط ان انا اتكلم خالص في نوع من البيتشنج اسمه سايلانت بريتشنج انا بعمل ده من غير ما اتكلم انا ممكن اوضب لحد حكته من غير ما هو يطلب مني او من غير ما اتكلم فده كله سايلانت بريتشنج لو انا نضافت الكنيسة من غير ما حد يعرف والحد سألني او طلب مني فده برضو اسمه سايلانت بريتشنج انا بوري المسيح فاصغر واقل حاجة انا بعملها لكن هي ليست خدمة كلمة فقط ولا غير مين يا رب مانو اخر نقطة نتكلم فيها معاك النهاردة وبعد كده عايز اسألك على حاجة بقى شخصية يعني الايام دي كتير مننا في المهجر عنده نوع من الكئابة والاحباط بقى ومش عايزين نعمل حاجة بقى اولا لا عايزين نخدم ولا عايزين حد بقى يكلمنا على حاجة كده عندنا حالة كده من الاحباط شديد جدا ولليأس ممكن تقول بقى خايفين ممكن تقول مرعوبين ايا كان الحالة اللي احنا فيها نعمل ايه لما نحس باحباط وتاني سؤال وتاني نقطة ازاي الواحد دي يعرف يفرح بربنا طول الوقت ويشيل كل الحاجات دي كده على جنبه ما يفكرش فيها نعمل ايه الاول لما نحس باحباط ساعات بكون صعبة ان انا اقدر اصلك ورا في الانجيل وده ممكن يحصل طبعا كتير بزاد في الوقت الحالي بس الانتيدوت او يعني المصلب اللقاح الفاكسين الموضوع ده ان انا اتكلم مع حد يعرف بنا اكتر مني عنده خبرة سنين اكتر مني او عايش حيام عربين اكتر مني سواء كان ابونا ابا اعترافي حضم القدام الكبار شوية في السن وهو هيعرف ان هو يفتح معي السكة ان انا ارتاح انا وانس اللي انا جادي ارتياح بتاعرب بنا في قلبي هاعرف ان انا اعمل كل الانتيتور هادي ده ولا هيكون عندي كتاب وهاعرف ان انا اشوف الدنيا بعانين المسيح مش بعاني انا لان انا شوفتها بعانين انا مش مشايف غير سواد والدنيا وحشة وده ما مش غير وده بعمل يدفعش بس انا هاعرف هشوف هشوف النور وسط الظلمة لو دخلت قودة ضلمة وولعت النور خلاص الظلمة راحت لان النور وجد فانا عرفت اطلع من دين عرفت اشوف النور وسط الظلمة كل ده هتراشى ولو انا مش عارف اعمله بخلال انا بصلي وارف الانجيل هاعرف اعمله لما اطلب مساعدة من حد من اباء الروحيين وحد يصلي معي في هذا الموضوع زي الواحد يقتاني بقى الفرح ويعيش مع المسيح سعيده فرحانه واثق ان كل ما يعمل يعمل الخير يعني هو يكون عايش مع المسيح تولي اليوم هيا برضه حتى لو انا بصلي وارف الانجيل واخد وقت الكوي تايم قبل الاراية هيا يعني هي مابتقفش عند هنا وخراس لا هو دي بيبقى اسلوب حياة وانا باخده معايا اليوم كله في شغلي في دراستي وانا باخسر وشي وانا بعمل اكلي وانا بلبس في دومي ده في كل شيء فانا كده ببقى عايش وشايف وسعادة في كل وقت مش بس بس ليمت التايم حتى لو في حاجة مش بعملها في الخدمة بس يعني هو فوداني ومالي علي حياتي حتى لو في حتى مثلا لو حد خبطي العربية او لو حد او قاعد او كده فانا هكون دايما بردد في ذهني كل ما يفعل يفعل الخير حتى لو الزهر ده مش خير بس اعرف اشوف انه في وقت الضرمة ده يغير كل الموزونة حقا امين يا رب مانو اشتوالش بقى شخصي انت باسم الصليب يعني ماجستير مشهور اقصرية وتحليل النفس الكلينيكي او كمان في شهادات تانية بتاخدها اونلاين في امريكا ممكن تحكي لنا عنها عشان انت شجع تاني جدا وعايزك تشجع كل الناس بقى اللي احنا عندنا وقت كثير جدا من ضيعه الحمد لله فعايزين نستفيدوا بفكرة ان احنا بنفضل نتعلم على طول يعني هو العلم الملهوش سقف وانا مهما ان تعلمتم مهما اتخذت من شهادات اي انسان يعني مش معنو هيعمرها ما هتكون enough knowledge بس انا من خلال خدمتي وسط الشباب انا خدمتي ابتدت من 2009 ولقيت ان انا عندي احتياج ان انا ادرس الكونسلين مش بس عن خلال الخبرة فهو ده اللي عملته من 2017 ان انا ادرسها more professionally عشان تقدر تتعامل في الخدمة مع الشباب في الموضيع اللي بيكلمو بالزبط بالزبط وده لقيته اوي اوي وانا بتكلم مع الناس اللي انا بقيت فاهم اوي هما كل حاجة بيقولوها وازاي الكل حاجة ليه رد فعل وازاي ان هما يتدير مع الموضوع ولقيت ده بيسمع جامد اوي فابتديت ان بعض المشورة الاسرية ودراست فيها ان لقيت ان انا محتاج ان انا افهم كمان عن المنتل هالث كونسلين اللي هو التحديد النفسي الكلينيكي ان انا افهم ان ليه فولاند عمل ده وهو لازم يكون فيه سببا ما ومحتاج ان انا كمان افضل ادرس في ده ولازم تبقى فيه مانيوال اسمه DSM 5 اللي بيستخدموه السايكايترس او السايكايترس او اسويشياتي هو بيقول كل يطراب نفسي او مش عايز امير اطراب نفسي او ما حدش فتكرة أنني باختصر المجانين بس هي مش مجانين، لكن هي بيكون في خلل ما في الإنسان، فده يساوي إيه؟ وكل يوم بيكتروا عن بعض أكتر وأكتر وأكتر، فعشان كده الشخص المواضع عن ده محتاج أن هو يكيب أبديت إداوي في هذا الموضوع أنا دايماً بيكتشفوا أنواع مختلفة من الدبريشن، أنواع ألوان مختلفة من الـ والأكترات يجب أن يكون أهوار فيه، وذلك بالزبط الـ programmer الـ programmer على الكمبيوتر يحتاج كل شوية تـupdate his knowledge وكل شوية يروح يعمل شهادات ألشان يثبت أن هو عرف knowledge معين في لغة معينة ويـupdate فهي time learning process أنا فقد أني جدًا عنك بجد، أنت من أول ما إحنا كلمنا وإحنا بإنجهز ل هذا اللقاء وانت بتحفزني ان انا ادرس وذكر وكده انا متأكدا ان الناس حتى اللي بتسمعنا دلوقتي او الشباب او الناس اللي في المهجر ان التعليم ده زي ما بتقول مالوش سقفة او مالوش نهاية انسان بيتعلم ويتعلم عشان خدمة ان انت باسم الصديق بتخدم من مكانك وبتتعلم عشان خدمتك تبقى متخصصة اكتر واحلة 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 يعني حاجة مشجعة لنا كلنا بصير حيما انت اكيد عارف انا قد ايه مبسوطة اقول لك يعني بس اقولها لك انا اكتر سعيدة جدا واتمنى من كل قلبي ان احنا يكون فينا اللقاءات ناخد نتكلم فيها على ربنا والخدمة مع بعض من خلال برنامج كينيسي في المهجر اتمنى يعني تكون معينا بستمرارية امين يا حبيب مفيت ربنا انا كنت عايزة طبعا اشكر اول اشكر مانو قبل ما ندخل على الجزء التاني من حلقاتنا مانو مشستير المشروع الاسرية وتحليل النفس الاليكي وخادم الخادم الجميل خادم الشباب المتواهج يعني اللي كلنا بنفتخر بيه ومنحبه ومانو محفز لنا كلنا في الحقيقة يعني في كل الولاد اللي عارفينه في العالم كله ربنا يفرحك بخدمتك ويسندك ويكون معيك في كل حاجة في خدمتك يا رب في كل الشباب تكون دايما خدمة مسمرة يا مانو وسعيدنا بيك جدا النهار ده برنامج كينيسي في المهجر على قناة لوجوس من المقار البابوي شكراً يا مانو خالص شكراً يا مانو خالص شكراً يا حاوب شكراً يا سيديك احنا نخرج مع حضراتكم دوقتي للجزء الثاني اللي كلمنا عليه وهنسلم على مانو الأول في المنا عنده وندخل لجزء الفقر الصحي اللي كلمت حضراتكم عليها وهتكون عن الكيتو دايت فنبدأ بنعمة ربنا شكراً يا مانو خالص